بين أحضان الجبال الشامخة يتربع قصر الزيت السياحي هنا في منطقة الفحس بولاية زغوان التونسية اسم القصر مستوحا من أشجار الزيتون المترمية على أطرافه مشاهد طبيعية تشي بالهدوء الذي يجذب الكثير من العائلات التونسية لقضاء نهاية أسبوع مريحة في مكان يحرص القائمون عليه على تقديم خدمات سياحية تتماشى مع قيم المحافظة على البيئة والهوية الثقافية الفرق بين الوتيل والميزودات والسياحة في الوزوتيل فرق كبير ثم الناس تحب تشوف الطبيعة تسكي ناتيريل حتى الماكلة يقول لك ديفيران على الماكلة الأوروبية في الوتلة السياحية في الوزوتيل المال من الماكلة الماكلة المتاعنا الطبيعية كلها بيو تدور عجلة الزمن هنا على صوت خليل المياه ورائحة الأعشاب الجبلية السحية إنها السياحة الأيكولوجية أو البيئية تشعر الزائرة بالرحة النفسية بعيدا عن سخب المدن رمز ساسي يأتي دائما إلى قصر الزيت السياحي للاستمتاع بجمال الطبيعة وبساطة الحياة الريفية قصر الزيت مش هول مرة نجي نجي طبعا عندي ثلاثة سنين من اللي اكتشفته كل العام نجي بريسك في نفس الفترة ديما بين الخريف وشتاء كي ما تشوف واحد ما يستحقش بشي برر مع انت وجوده هناك تغذر بركة خضار جبل شجر دير بيك من كل شيرة ما فهميش حس يسارع هذا الفضاء السياحي من أجل البقاء بعد أن أغلق أبوابه قبل سنوات بسبب نقص الأمكانات المادية وغياب الدعم اليوم بعد أن تعافت السياحة التونسية من أزمتها صار الفضاء يحظى بإقبال كبير من العائلات التونسية والسياح جل النزلاء يدفعهم الفضول لأول مرة لاكتشاف هذا النوع الجديد من السياحة لكنهم غالبا ما يعودون بسبب إعجابهم بالخدمات التقليدية وسحر المكان الجبلي خاصة وجه آخر للسياحة في تونس سياحة بديلة ترهن على منافسة السياحة الشاطئية والفندقية عبر منتوج تقليدي مختلف في هذه الأماكن الطبيعية التي باتت تستقطب كثيرا من السياح لسم الدعاسي التلفزيون العربي تونس